المزيد ينضم إلينا رائد الخضور رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي أهلا رائد رائد يعني كيف تقرأ بداية تصريحات أو نبرة جيرون باول عندما تحدث عن مستويات التضخم الحالية هل ممكن أن نقول بأن وصولنا للمستويات المستهدفة ممكن أن تكون الآن سريعة يعني بالنسبة لاجتماع يوم أمس وصف بشكل عام قبل جميع الأطراف السوق بأنه فيه لهجة تيسيرية الوصول أو اقتراب من وصول إلى المستوى النهائي لأسعار الفائدة لم يتم الإعلان عنه ولكن مجرد الإذعان برفعات فائدة أقل 25 نقطة وتوقعات بأن يكون هناك رفعتين كمان بالاجتماعين التاليين في مارس وفي مي ممكن يكون كمان 25 نقطة أساس ونصل إلى قمة التشديد النقدي بالنسبة للفيدرالي الأمريكي هذا من ضمنه يعني قرأنا نحن كما قرأ الفيدرالي بيانات التضخم الماضية أنه فيه لنا تراجع ولكن التراجع حتى الآن لا يعتبر إلى المستوى الذي يمكن أن نقول فيه أن التضخم تم القضاء عليه كليا أو أنه وصلنا إلى المستهدفات أو قربنا من أن نصل إلى المستهدفات أعتقد الفيدرالي يوم أمس وحتى وإن كانت لهج جوتي سيرية لا يزال أمامه الكثير من تشديد السياسة النقدية رفعتين كمان وممكن إبقاء على أسعار الفائدة عند هذه المستويات إلى فترة ممتدة حتى يصل التضخم إلى 2% التضخم بتراجعات التي حدثت لم تحدث على الأساسيات على الغذاء على الطاقة ممكن تراجع بعض الشيء ولكن الغذاء والخدمات لا تزال مرتفعة نسبيا وأشار جيرونباو اليوم أمس بأنه كمان عندنا خطاع الإسكان رح يكون التضخم فيه مرتفع لأشهر في الفترة القادمة كما أشار إلى إمكانية الضعف في سوق العمل هذه إشارات نوعا ما سلبية تحتاج إلى بقاء السياسة التشددية لفترة أطول طيب بالنسبة لاجتماع المركزي الأوروبي اليوم ما المتوقع خصوصا أنه لغارد قالت عدة مرات أنه المعدلات الفائدة لازالت لم نصل نحن للنهاية بعد وأرقام التضخم بالأمس نتذكر بأنها كانت منخفضة تماما بدأت بالتراجع بعض الشيء بيانات التضخم نتيجة التراجع كان واضح في أسعار الطاقة ساهم بشيء ما بتراجعات مستويات التضخم إضافة إلى تشديد السياسة النقدية الكبير الذي يتم اتباعه من قبل المركزي الأوروبي أعتقد الرفع القادمة بخمسين نقطة أساس هي رسالة واضحة أن السياسة التشددية لا تزال مستمرة وبقوة من المركزي الأوروبي إذا ما قرنته على سبيل المثال مع الفيدرالي الأمريكي الذي وصل إلى القمة لا يزال المركزي الأوروبي لديه المزيد من الزيادات نحن عند 2.5% ممكن خمسين نقطة أساس وممكن حتى في الاجتماعات الثلاث أو الأربعة القادمة بالنسبة للمركزي الأوروبي يواصل عملية تشديد السياسة النقدية ورفعها لأسعار الفائدة بشكل أكبر أعتقد الاقتصاد الأوروبي بالفترة الحالية يعي ضرورة أن يكون السياسة التشددية وأن التضخم لا يزال مرتفع بشكل كبير جدا في المنطقة الأوروبية وأن كل التراجعات التي حدثت سابقا ليست بسبب تشديد السياسة النقدية فقط وأنما التراجعات آنية كانت واضحة في سعار الطاقة ساهمت بتراجع مستويات التضخم بالتالي تبني سياسة التشددية أمر ضروري وأكدت عليه كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي طيب سريعا المترقب بنك إنجلترا ما هو المنتظر وتأثيره على الاسترليني؟ أعتقد كمان الوضع ليس بالسوء الذي كنا متصورينه بالنسبة للمركزي البريطاني أو بالنسبة للاقتصاد البريطاني بالتالي هناك تجاوب فيما يتعلق بتضخم وتراجعه المزيد من الرفع في أسعار الفائدة وارد جدا وصلت إلى مستويات عالية نسبيا 4% نعم يعني مستويات قوية جدا بالتالي لا أعتقد يتحمل الاقتصاد البريطاني مزيد من الرفعات لأنه بدأنا نرى تراجع في مستويات تضخم في المنطقة الأوروبية المنطقة البريطانية وبالتحديد الأمور ليست بالسوء الذي كان متوقعا الناتج المحلي الإجمالي يجاء أعلى من التوقعات المبيعات التجذية يجت أفضل من التوقعات بالتالي الاقتصاد البريطاني يؤدي أداء حسنا على الرغم من أزمة الطاقة وأيضا أزمة التوترات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة بالتالي المركزي البريطاني ممكن أن يتجه إلى سياسة تشددية ولكن ليس لمدى طويل ما رح نشوف مفاجآت كبيرة في المركز البريطاني اليوم طيب باختصار رائد ما الذي تنتذره أسواق النفط ما هو المطلوب لتتضح الصورة بالنسبة للطلب أن يكون فيه عندنا تفاعل واضح بالبيانات الاقتصادية من أكبر الاقتصادات الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي حتى يكون فيه عندي طلب أكبر في الفترة القادمة حتى الآن مبيعات الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية متراجع النمو الناتج المحلي الإجمالي أيضا ليس بالجودة المطلوبة وبالتالي ذلك يحتم إلى أن النفط يحتاج إلى انفراجة في البيانات الاقتصادية بالماكرو ايكوناميكس تبعيد الاقتصادات الكبرى الصين والولايات المتحدة الأمريكية حتى نرى آفاق لطلب أكبر في الفترة القادمة وإلا سوف نبقى مستقرين عند المستويات الحالية وممكن حتى نشهد ضغط أكبر بالفترة القادمة رائد الخضر يسقط من الأبحاث في كوتي شكرا جزيلا لك شكرا دليل شكرا